قناة المسلم أخو المسلم الدعوية دوابتك للعلم النافع يتبع الدجال أناس كثير من أعظم أتباعه اليهود كما تقدم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة ومن أتباعه العاجب والترك جاء في حديث أي بكر المتقدم قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة وجاء في حديث بهريرة قال ينزلن الدجال بخوزة وكرمان في سبعين ألفا كأن وجوههم المجان المطرقة قال ابن كثير فيكون بذو ظهري من أصبهان من حارث بها يقالها اليهودية وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي عليهم الأسلحة والسيجان ويطيالس الخضر وكذلك ينصروا سبعون ألفا من التتار وخلق من أهل خراسان ومن أتباعه الجهل من العراب قال عليه الصلاة والسلام وإن من فتنته أن يقول للعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تؤمن بي فيقول بلى قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقول له يا ابني اتبعه فإنه ربك ومن أتباعه النساء جاء في الحديث نعمة الأرض المدينة إذا خرجت دجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وأكثر من يخرج إليه النساء وذلك يوم الخلاص وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكيرو خبث الحديث وجاء أن الرجل ليربط أمه وأخته وزوجته خشت الخروج إليه ومن أتباعه الخوارج أهل الزيق والضلال قال عليه الصلاة والسلام كلما خرج أو ظهر فرق قطع أو كلما ظهر قرن قطع لوايتان ذكر ذلك أكثر من عشرين مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في جيشهم فيأكلون من جنودهم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن